من كام يوم كنا بنتكلم وقلت ان استقرار الدول والحفاظ على امنها ومستقبلها امن بيتحملوا مش الحكومة بس ومش بتتحملوا القيادة بس لا بيتحملوا كل افراد الشعب كل الشعب المصري مسؤول عن امن مصر ومستقبلها وان استقرارها وتقدمها انا بقول الكلام ده في وقت صعب اوي زي ما انتوا شايفين المنطقة بالكامل يعني مش المنطقة بس العالم يمكن يعني في وضع صعب جدا ومضطرب اوي واحنا هنا في منطقتنا كمان بالذات والاوضاع اللي بتحدث في قطاع غزة احنا كنا تكلمنا في الموضوع ده في اكتوبر واحنا في حفل التخريج دفعة من زباط الاكاديمية هنا والنهاردة دلوقتي بعد اربع شهور تقريبا بنتكلم في نفس الموضوع يطر الاربع شهور دول او التلت شهور وشوية اللي عدوا دول عدوا علينا بسهولة في مصر واحنا كنا قبل منها بنواجه ازمة كورونا وبعد منها الازمة الروسية وبعد منها الازمة اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي يعني يمكن اقل حاجة بتارت نتأثر بها كمان اكتر اضافة للي كان موضوع مثلا الملاحة في البحر الاحمر انا عايز اقول لكم على حاجة اوقت تتصوروا ان انا كمصري زيكم مش مقدر حجم المعناة والضغوط الاقتصادية اللي موجودة في مصر لا انا مقدرها كويس جدا ومقدر اكتر صلابة المصريين وده كلام مش معنوي او كلام انا بقوله لكم يعني عشان لا والله انا عارف ان الحياة صعبة والظروف صعبة والاسعار غالية بس انا عايز اقول لكم يمكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا نشاهد مشاهد قاسية جدا جدا بنتكلم في النهاردة باكتر من خمسة وعشرين الف شهيد من المدنيين تقريبا تلتنهم من النساء والاطفال في القطاع واكتر من ستين الف مصار وتدمير كامل للقطاع كله انا بقول الكلام ده يعني بس ادعي بي ايه بس ادعي بي قد ايه احنا بنواجه الظروف على حدودنا الحدود بتاعتنا الغربية والشرقية والجنوبية اوقع تفتكر ان الامور دي بتعدي وبيكونش لها تأثير علينا ولا تأثير على اقتصادنا كل حدث من دول بيبقى ليه تدعيات يمكن الفيلم اللي كان بيتعرض من شوية عن احداث خمسة وعشرين يناير اتكلم عن صعبات وجهتها الدولة اثناء الاحداث الصعبة اللي مرت وعملية اغتحم السجون والناس اللي هربت وكده لكن ما تنسوش ان كمان كان من ضمن الحاجات اللي اتعاملت هي محاولة تقليب الرأي العام على الدولة تقليب الرأي العام على الدولة او بشكل بسيط اول للناس كلها اللي بتسمعني يعني يبقى احنا وانتو يبقى احنا وانتو يعني احنا وانتو يبقى الشعب في مكان في منطقة والحكومة في مكان تاني الشعب في مكان والداخلية او وزارة الداخلية في مكان وبالتالي تقليب الرأي العام يعني يقوم بدور سلبي يحفز يدفع يسيء للاجهزة وللدولة ده ده الرأي العام حتى يقوم الرأي العام باللي ام بيه في 2011 واللي حصل للشرطة مش فقط عملية اقتحام السجون والهروب والناس اللي هربت لا لا ده قعد احنا عدنا اكتر من سنتين تلاتة نرمم العلاقة دية العلاقة بين الشعب وبين الدولة وبين وزارة الداخلية وده ما كانش أمر يسير ولا سهل يعني نحتاج برامج ونحتاج دعم ونحتاج صبر من انا بقولي الكلام ده الوقت دي بقولي الكلام ده لان احنا لازم دايما نكون دايما صف واحد مكان واحد كتلة واحدة اي تحدي واي صعبة تعدي علينا لو احنا مع بعض وممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا في بلدنا زي اللي احنا شفناها ديت في خمسة وعشرين نناير لو احنا بقينا احنا وانتو ما فيش احنا وانتو احنا واحد كلنا احنا واحد كلنا شكرا للمشاهدة